ويمكن لسه مبارح بنتكلم على حجم الشائعات اللي بيتم تدولها ويمكن كنت لسه بفكركم حتى ان انا مبارح كنت بقول يعني انا اتمنى يتعمل لنا انفو جراف كده خصوصي تفصيل من مركز المعلومات الخاص بمجلس اسف مركز المعلومات مركز الاعلامي بتاع مجلس الوزراء علشان خاطر يتعمل لنا حاجة متعلقة بكم الشائعات عدد 2013 حتى لحظة الانتهاء باذن الله من هذا العمل اللي بنعتقده مهم وفي نفس الوقت هناخد عشرة من الشائعات الكبرى اتقال ايه وبعدين الواقع اللي كلنا لمسناه ايه تاني انا ضربت لكم برحل المسأل اللي كان متعلق لو تفتكروا بشهادات قناة السويس اظن كان مسأل حي يعني لا ده كان فيه مسأل برضو حي قوي لما قالك الدولار هيبقى ب30 ونزل لحد ما بقى 15-46 والله هي ايام حلوة كان والله كان هينزل اكتر من كده كمان والله كان هينزل اكتر من كده لو لا الكورونا يعني يلا بقى اللي حصل اقدار هنعمل ايه مش في ايدنا نغير القدر هكملك علي قصة الشائعات بقى بتاعت النهاردة بعض المواقع الالكترونية كما جرت العادة بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبرضو كما جرت العادة بدأت تكتب اخبار تقولك بقى تفويض النقابات المهنية خد بالك النقابة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج النقابة هتعادل ليه؟ انت عمرك سمعت حاجة زي كده في الدنيا؟ في الحياة؟ نقابة اتحاد عمالي اتحاد مهني هيعادل شهادة ليه؟ بالعقل طيب يعني على ما يبدو العالبة لعت الاخوان وصلت لمرحلة التخريف خلاص بقى يعني كل اسلحته طلعت مصدية وحالتها بالبلة فبدأوا بقى يخشوا في الايه؟ في التخريف فييجي المركز الاعلامي المجلس الوزراء يتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فالوزارة تقول طبعا لا مفيش حاجة اسمها تفويض النقابات البهنية بمعادلة شهادات اما مصرية او عربية او اجنبية مفيش حاجة اسمها كده ويتم نشر هذا التجذيب ليه؟ لانه بمنتهى البساطة تاني احنا بنتعرض لموجات من الشائعات عمرها ما حصلت قبل كده عمرها في تاريخنا عمرنا بتعرضنا لهذا الكم من الشائعات وجزء من كبير من فكرة هذا الكم هي وجود مسألة التواصل الاجتماعي سيبك انا بحب التواصل الاجتماعي الصفحات دي ليه سوشال ميديو ولا ما بحبهاش بدي قصتي ولا حتى عايزك تتشغل تنشغل بيها قوي يعني وانكن تنشغل برضو لانها تضيع وقت بصراحة مهم لكن هي المسألة في انه هي بتساعد على نشر الشائع هتقولي ما هتساعد ايضا على نشر الحقيقة هقولك الحقيقة دائما دامغة وتلمسها اما الشائعة فمن شأنها انها تقلقك طول الوقت فالحقيقة جاية جاية عن طريق التواصل الاجتماعي مش عن طريق التواصل الاجتماعي الحقيقة حضرتك هتلمسها في حياتك اليومية هتلاقيها منشورة على شبكات تلفزيونية عليها الايمة هتلاقيها منشورة في جرائد عليها الايمة هتلاقيها منشورة حتى في المواقع الالكترونية اللي عليها الايمة لكن الشائعة استحالة هتلاقيها في مكان محترم فايه مكانها مفيش قدامهم غير انهم يحطوها على تواصل الاجتماعي مواقع هم بينشؤوها زي مواقع بينشؤوها باللغة الإنجليزية وبالألمانية وبالفرنسية وما إلى ذلك علشان ديلك إحساسا أن ده موقع أجنبي هو لا أجنبي ولا يحزنون وبيأكد أو بتأكد وزاة التعليم العالي بالمناسبة وأيضا يؤكد لينا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن وبيشدد على أنه المجلس الأعلى للجامعات يا سيدة يا كرام ناس عقلة هو الجهة الوحيدة المنوط بيها قانونا حتى ومنطقيا النقابة مش شغلتها تقيم شهادة أو تعادلها مش شغلتها النقابة حتى ما طلبتش ده قبل كده يعني فالمجلس الأعلى هو اللي بيعادل هو اللي بيقول أي شهادة يحصل عليها خريج جامعة في الداخل في الخارج يبقى المجلس الأعلى اللي يجاء المجلس الأعلى للجامعات هو اللي بيعادل ده دي قواعد وليها معايير مفيش جهة أخرى منوط بيها أي قانون أي قانون خالص أنها تصدر أي قانون يعدل ذلك على الإطلاق القوانين بتتعمل فين بتتعمل جوا مجلس النواب بتروح لمين بتروح للوزرات مفيش أي جهة في الدونة تيجي تقولك لأ ما احنا غيرنا ما احنا عدلنا ما احنا عمل فيش كلام من ده خالص طيب كل ده إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية اللي مش بيتم معادلة شهادتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني كتب كده قادي يا جماعة الجامعات دي ما بنعدلهاش وعندهم بالمناسبة لستة بكافة الجامعات اللي بيتعامل مع المجلس الأعلى للجامعات في مصر ويهيب المجلس الأعلى بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة علشان عندك أي استفسار اكتبه هيترد عليك تاني ده مستقبل ولادك ده واحد عرقك وشقاك اللي انت بتدفعه في مصرفات التعليم فالموضوع ما تاخدوش من على الوش خش على الويب سايت الرسمي على الموقع بتاع الحكومة على المجلس الأعلى للجامعات شوف فين الجامعات في أنهي دول اللي معادلة شهادتها من المجلس الأعلى ده اللي هتروح له كذلك طبعا الجامعات والمعهد العليا المحلية اللي موجودة عندنا في مصر كذلك في المنطقة العربية كله هتلاقيه يعني مفيش حاجة مش موجودة طيب افترضنا انه ابنك أو انت عملت سيرتش وفي جامعة عجباك تعمل ايه اكتب على الموقع الاستفسار يا جامعة الجامعة دي اسمها جامعة كذا ويا سلم سلم لو حطت لهم اللينك بتاع الجامعة اللي انت لقيته على الانترنت ده ودولة كذا مقاطعة كذا الى آخر وعايز اعرف هل نتعامل معها ولم نتعاملش بس